وزير خارجية الروسي سرجي لافروف كان رايح على جينيف قلت لكم بارح وهو طالع بالطيارة قالوا لا اقف انت في حظر جاوه ما رايح كان رايح يحضر بتاعت القمة بتاعت منع الانتشار النووي وحقوق الانسان فيه مبنى الامم المتحدة في جينيف منعوا يستقبلوه ومنعوا طيرانه يطلع لانه في حظر طيران من كم و30 دول فبعت الراجل كلمة مسجدة بالفيديو ويتكلم فيها وقال لافروف حانا وقت انا اخطر ما رد برضو ده رد خطر جدا قال امريكا عندها سلح نووي بتنشره في اوروبا موجود في اوروبا انا جاء الوقت وانا الاوان لتعيد امريكا هذه الاسلحة الى اراضيها مرة اخرى لان الدول الاوروبية لا يجب ان يبقى عليها سلح نووي ايه اللي بيحصل لا ده ده صعد ده لافروف صعد بقى احنا دخلنا اوكرانيا مش لا 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 ده الموضوع بقى كل السلاح النووي الامريكي اللي موجود في اوروبا يمشي فين هو السلاح الامريكي في القاعدة الاسكرية منها في انجرليك التركية في 50 راس نووي كله لازم يطلع يبقى دلوقتي الموضوع بيدور في اطار غير طبيعي طبعا عايز افكر بس المشاهدين انه لافروف لما بدأوا يشغلوا الكلمة كل الاعضاء مش كل الاعضاء سابوا القاع وطلعوا معترضين على قالك يعني ده ممثل ليه الدولة المعتادية قدام حضرتك اهو شايفين الصورة كله بيمشي اهو مغادرة القاعة لحظة الكلمة المسجلة المتلفزة لوزير خارجية الروسي سيرجيلا فاروف اللي كان بيهدد فيها امريكا بيقولهم كل السلاح النووي الموجود في اوروبا لابد انه يخرج ويقال كمان انه دول الاتحاد اوروبي تحاول الابتعاد عن الحوار الصادق وجه الوجه وتختار طريق العقوبات وقال كمان روسيا تتوقع عقد مؤتمر معارض حظر انتشار النووي وقال احنا عايزين ضمانات امنية ملزمة قانونا من جانب دول النيتو له اهمية اكسية بالنسبة للامن الروسي وزير خارجية الروسي كان عنيف جدا